بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية في محافظي البحيرة والإسكندرية في إطار دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية من أجل تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات واستهل مدبولي جولته بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية لمار بمدينة النبارية بمحافظة البحيرة وخلال الدولة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النبارية والتي تعد أزيارة الثانية خلال بضعة أشهر تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة